بدوره استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس العلا حاكم أم القيوين بقصر السموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى وليعهد أم القيوين المهنئين بشهر رمضان المبارك فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهانية والتبركات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل كما تقبل سموها التهانية والتبركات من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات